بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في درس آخر من دروس دورة تعلم برنامج After Effects في هذا الدرس راح أخصصه بالنسبة لقائمة اللير بالنسبة لقائمة اللير كل الخواص اللي موجودة في قائمة اللير نحاول إن شاء الله في هذا الدرس أن نركز عليه لأن قائمة اللير هي أكثر القوائم اللي يركز عليها المصمم أثناء عمله في برنامج After Effects وهذا لا يعني إنك يجب لغض النظر على باقي القوائم أو باقي الخواص اللي موجودة لكن بالنسبة لي اللير وخصوصا فيه الـ New إذا كانت تيكس، صوليت، لايت، كاميرا، هنا الأوبجيكت، أجاكتف بغيرها من الليرز اللي موجودة أو الطبقات اللي موجودة إن شاء الله أحاول أن أقسم هذا الدرس إلى عدة أقسام كل حقيل أو كل جزء بالنسبة للليار بالنسبة للطبقات يأخذ مكان معين من هذا بالنسبة لهذا الدرس حتى لا يصبح الدرس طويل وحتى لا يصبح حجم كبير خاصة اللي يستخدمون اللي عندهم انترنت ممكن يكون ضعيف بالإضافة إلى حتى لا يكون الدرس ممل وطويل نبدأ إن شاء الله على بركة الله بالنسبة لي خانة الليار الآن مثلا أنا مختار ملف التكس اللي موجود هذا هو ملف التكس اللي هو ممكن أنك تستخدم التكس وتلاحظ أنه الآن فتح لك طبقة التكس أو لير تكس وهي طبقة فارغة كل ما عليك إنك تكتب اللي ممكن أن تستفاد من عنده أو الكتاب المعين أو النص المعين اللي ممكن أيضا تستورده من غير برنامج وتستخدمه في برنامج After Effects أو مثل ما اشرحت بالدروس السابقة إنه مجرد أنك تختار أداة الكتابة وتضغط مرة واحدة بالماوس على الزر الأيسر وبعد ذلك أيضا تكتب الناس أو الكتابة اللي تستخدمها في التصميم هذا بالنسبة لي ليار اللي أو أقصد بي اللي هو التكس بالنسبة لي التكس لو الأشخاص اللي يستخدمون برنامج الفوتوشوب على سمثال الآن آن يفاتح برنامج الفوتوشوب أكثر التصاميم أو أكثر الأمور اللي يشتغلها أو يصممها المصمم في برنامج الـ After Effects ويركز عليها هي الـ Layer Style الـ Layer Style اللي يتضمن مثل ما تلاحظ الآن منتضغط مرتين بزر الأيسر على الماوس على الـ Layer يطلع لك خانة أو نافذة الـ Layer Style اللي تحتوي ممكن على الظل الـ Drop Shadow الـ Inner Shadow الـ Bubble الـ Stock يعني كل هالأمور اللي موجودة الآن دا تلاحظها اللي أمامك على الشاشة أكثر التصاميم هي على الأقل تحتوي واحدة من هذه الأمور لأن الآن له تلاحظ أني مجرد أني عملت خلفية وانطيت ألوان معينة وقمت بكتابة النص اللي هو Flashlight Network الآن خلي أوقف عمل الـ Effects اللي هو الـ Style تلاحظ أنه هو نص اعتيادي ويفتقر إلى كيف نقدر نقوي يعني الاحترافية بالنسبة كتصميم وبالنسبة كمصمم لبرنامج الفوتوشوب لكن عندما تعمل الـ Layer Star تلاحظ الآن أنه كيف نطينا بعض من الـ Stock اللي هو الإطار الخارجي حول الكلمة بالإضافة انطينا إلى Drop Shadow اللي هو سقطنا عليه الظل بالإضافة إلى Auto Growth قليل هذا الـ Auto Growth اللي انطيناه قليل يعني هذه الأمور اللي موجودة به الفوتوشوب طيب كيف تستفاد من هذه الأمور أو بالنسبة للـ Layer Style في برنامج الـ After Effects الآن لو نرجع إلى برنامج الـ After Effects وآني مختار التكست لو تختار من قائمة الليار تلاحظ أنه توجد خانة اسمها الـ Layer Style جميلة ليس كذلك تلاحظ أنه قائمة الليار الآن تحتوى على Drop Shadow, Honor Shadow, Bubble Gradient, Overlay, Stock كل هاي الأمور اللي شفناها في مثلا نختار الـ Gradient تلاحظ الآن أنه كيف انطاني الـ Style بالنسبة للـ Gradient تقدر تغير الألوان تقدر تغير بالضبط نفس عمل الفوتوشوب الآن تلاحظ أنه غيرنا هذا طيناه Style نفس الـ Style طبقة الـ Style اللي موجودة في برنامج الفوتوشوب طبعاً هذه من أفضل الأمور أو من أروع الخواص اللي موجودة في برنامج الـ After Effects يعني تخيل أنك كل هذه الأمور اللي ممكن أن تستخدمها على الطبقات اللي هي 2D اللي هي ثنائية الأبعاد أو الصور مثلاً ممكن أن نطبقها على الفيديو بالإضافة إلى الأشكال اللي هي ثلاثية الأبعاد إذا تلاحظت مثلاً الآن بالتكست وضينام خاصية اللي هي Gradient Overlay لنختار أداة الدوران اللي هي Rotation Tool مثلاً نختار الـ X ونحرك شوية بالـ Layer نختار الـ Y الآن نحن نحرك ونغير بـ 3D لأنه الآن نختاريه هذا اللير صح هو Layer TX ولكن هذا اللير هو بالحقيقة 3D نحن نفعليه حسب المثل اللي متابع بالدرس السابق نحن عملنا 3D بالنسبة للـ Layer تلاحظ الآن أنه غيرت به لو تلاحظ الآن حتى أصبح شكل غريب لأنه انقلبت الصورة بالنسبة للـ Layer أصبح الـ After Effects من اللي يسار بالنسبة للكتابة لكن القصد من هذا أنه غيرنا بشكل اللير اللي هو 3D مع بقى الـ Gradient Overlay اللي استخدمناه من Layer Style طبعاً بالنسبة للـ Layer Style هذا ممكن أن تستخدمه مع أي مع أي لير موجود ليس بالغرض أنه يكون مجرد تيكست يعني مثلاً لو نأخذ الآن ملف الفيديو نختار Solo الآن هذا ملف الفيديو نبطل الآن هذا ملف الفيديو زغمه شوي بالقياس على موديبين على باقي الـ Comp نختار Layer ثم Layer Style الآن لو نختار Drop Shadow تلاحظ الآن أنه وضع فينا الظل لو نرجع إلى الفيديو نختار الـ Drop Shadow نغير بالـ Distant مثلاً أو خلي صفر أحسن بعدين نغير بالـ Size و الآن ما نختار نوز نوز يعطي مثل تشويش بالنسبة للتصميم خيّر اللون مثلاً أحمر أيضاً أكثر بعد الآن أعطينا Drop Shadow بالنسبة لي اللير وهو ملف فيديو لكن يعني أقصد بي اللير هو طبقة فيديو لكن استخدمنا هذا الظل اللي هو نفس اللي نستخدمه ببرنامج After Effects فالقصد أنه هذه الخاصية هي جداً رائعة ممكن أن تستفاد من عده أيضاً بالتصميم خلال برنامج After Effects رح أوقف الآن الفيديو مثل ما قيت على مودلي يصبح طويل أغزن الفيديو وبعد ذلك أرجع على مود أكمل الشرح بالنسبة لقناة الليار